ثلاث ملفات على علاقة بالتفجيرات والأعمال الإرهابية على الأراضي اللبنانية حضرت أمام قضاة التحقيق في بيروت ومعها مثلا نعيم عباس وعمر الأطرش وجمان حميد على مدى ثلاث ساعات ونصف استجواب القاضي فادي سوان نعيم عباس في ملفين ضمهما سوان ويتضمن سيارة كورنيش المزرع المفخة وانتحاري شويفات وسيارة الكياري التي ضبطت مفخخة على حاجز اللبوي تقودها جمان حميد إضافة لمستودع الصواريخ في السعديات عباس اعترف بكل ما نسب إليه في الدعاء النيابة العامة كذلك جمان حميد التي أكدت أنها استلمت السيارة المفخخة من حسين أمون في عرسال قرب منزلها عباس لفت أيضا إلى أنه على علاقة بإطلاق الصواريخ التي سقطت في معرض سيارات في مرمخايل وكان يقصد يومها مجمع سيد الشهداء في الضحية القاضي سوان سطر مذكرتي توقيف حق عباس وحميد وهو كان سطر في الملف نفسه مذكرات توقيف غيابية ووجهية في حق واحد وعشرين آخرين بينهم لبنانيون سوريون وفلسطينيون أبرزهم سراج الدين زريقات وتفيق طه وأحمد طه ويوسف شبيطة وعمر جواني وآخرين ملف آخر حضر أمام قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي وهو ملف نقل الشيخ عمر الأطرش لسيارتين مفخختين وأحزم ناسفة وانتحاريين إلى لبنان الأطرش نفى أمام وهبي كل ما نسب إليه في التحقيقات الأولية بحسب ما أكد وكيله للLBCI مشيرا إلى أن موكله نقل أمورا من لبنان إلى سوريا وليس العكس ملف ثالث هو ملف جمال دفتردار واثنى عشر آخرين بينهم نعيم عباس والتهمة الانتماء إلى كتائب عبدالله عزام والقاعدة وزياد الجراح وأطلق صواريخ على إسرائيل ونقل مجندين إلى سوريا هذا الملف شهد تقديم وكيل عباس دفوعا شكلية استردت إلى أن حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل أيضا كما يرسل شبابا للقتال في سوريا اشتركوا في القناة